ورجعنا لحضراتكم وخلوني أتكلم أو أحكي لكم حكاية لطيفة الحكاية دي بتقول إيه؟ بتقول إن مصر اللي هي البلد الكبيرة صاحبة الحضارة اللي المبدعة، مصر المبدعة، الإبداع بدأ مع مصر من زمان وكل دارسي علوم المصريات يتحدثوا عن الرسم والفن والنحت والرسم والمزيكة كل ده موجود من زمان مصر تملك قوة كبيرة اسمها القوة الناعمة دول سفراء الرهافة والفن والإبداع والسعادة دول اللي بيطلعوا من قلب الشعب المصري موهوبين شطرين أستوات في مجالهم يطلعوا يعملوا حاجة تفضل موجودة معنا نتوارسها جيل بعد جيل مبارح كنت بتكلم معاكم عن إمام المهمشين الحكواتي، الأسطى، الكاتب، المبدع، الأستاذ خيري شلبي النهاردة حتكلم معاكم عن المخرج الكبير فهمي عبد الحميد فهمي عبد الحميد النهاردة ذكرى ميلاده وأنا الحقيقة بحب جدا أحتفل بالناس في ذكرى ميلادهم اليوم اللي جم فيه للدنيا عشان يسيبوا بصمة تبقى ولا تزول هم ينتقلوا إلى العالم أرحب ورحمة ربنا لكن يبقى إبداعهم وفنهم وبصمتهم في كتاب الفن والإبداع المصري موجود وحيفضل موجود فهمي عبد الحميد لغاية كل الناس اللي بتسمعني لغاية سن خمسين سنة وخمسة وخمسين سنة لما أقول فهمي عبد الحميد هيحسوا ببهجة وسعادة شديدة إن هذا المخرج مخرج التلفزيون اللي اتولد في العباسية ولما والده مات رح عاش في الأناطر وبعد اندخل كلية فنون جميلة وراح اشتغل في التلفزيون في قسم الرسوم المتحركة وبعد سنين من الموهبة والشطارة في تترات المسلسلات فجأة فوزي عبد الحميد قرر إنه سيب لنا حكاية عمرنا ما ننساها اسمها فوزير رمضان فهمي عبد الحميد نيلي فوزير نيلي سنين سبع سنين كلنا كنا بنقعد كده مبهورين من إننا بنشوف نيلي 2 و 3 قصدنا على الشاشة وبيكلموا بعض وبيرقصوا البعض دي حاجات يمكن النهاردة مع السوشيال ميديا والتكنولوجي والزكاء الصناعي بقت بتعتبروها حاجة عادية إنما زمان لما الحاجات دي كانت بتطلع كانت بالنسبة لنا مبهرة مبهرة فوزير نيلي سبع سنين تحولت نيلي من ممثلة شطرة بنحبها لنجمة الاستعراض الأولى في مصر كل كانت الشوارع صدقوني بتفضى ساعة الفوزير فوزير نيلي سنة ورا سنة الخطبة مش عارف إيه أنا مش قادرة فتكر طبعا إن دي كانت حاجة قديمة لكن هي كانت سبع سنين من البهجة في رمضان بعدها كلنا فاكرين لما خرج علينا الفنان الجميل سمير غانم بشخصية فطوطة فطوطة وسمورة يعني تلت سنين فطوطة وسمورة والصوت ده الكائن الزغير الأخضر ده وجزمته الفضيعة وشعره المبكلل والبهجة والسعادة على فكرة كنا بنقعد بنتفرج إحنا مبسوطين يا جماعة وحفظين التترات وبنغني الأغاني والعيال الزغيرة تحفظ التترات ويروحوا يغنوها في المدرسة ويرقصوا عليها في الفسحة ها؟ سعادة شديدة هو ده اللي سابه فهمي عبد الحميد ساب للمصريين رصيد من الإبداع والفن والموسيقى والأغاني والسعادة اتطور الأداء ما بقتش فوزير بس إنما بقى معها كمان مسلسل ألف ليلة وليلة وشاريهان دخلت علينا بتقلق عظيم ممثلة شابة وقتها صغنانة فجأة بتعمل فاطيمة ومش عارف مين ومين وبتعمل ثلاث شخصيات وكمان بتعمل فوزير ورأسه هنا وزي ما بقول لكم التلاتة بيكلموا بعض والاثنين بيكلموا بعض على فكرة بعدها فوزير رمضان اشتغل فيها الفنان الكبير يحيى الفخراني سابرين الفنانة الكبيرة ويرحمها هالة فؤاد بعدها وكان معاهم طبعا حلقات ألف ليلة وليلة وبعدين هو كان من أوائل المخرجين اللي اشتغل على الفيديو كليب واخرج أغاني كتير وكان فيه أغنية شهيرة أوي كنا وإحنا صغيرين بنسمعها بتاعت الفنان سيد الملاح بتقول أبريق الشاي أنا أبريق الشاي يعني برضو كانت صنوعة فهمي عب فهمي عب حميد ببساطة أولا ربنا أراد له أنه كان بيصور حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة فيجيله أزمة قلبية وهو في وسط الشغل لأنه هو كان ينتمي إلى هذا العالم ينتمي إلى عالم صناعة البهجة والرهوفة سنين بعدها حاولت ناس تعمل فوزير على فضائيات ومحطات أخرى ربما كانت بتستخدم أو بتستدعي حالة الحنين اللي عند المصريين لتراث فهمي عبد الحميد لكن الحقيقة إحنا مش فاكرين أي حاجة تعملت مش فاكرين بس غير فوزير نيلي وشريهان وفطوطة ويحيا الفقراني وصابرين فاكرين سنين ورسنين ورسنين كان يبقى التتر كده وبعدين في الآخر نلاقي توقيع فهمي عبد الحميد فنعرف أننا هنشوف حاجة حلوة وننبسط أداه جزء من قوة مصر النعمة ورصيد صناعة البهجة والإبداع ربنا يرحم المخرج الجميل فهمي عبد الحميد وأنا بقول دايماً أن المبدعين عمرهم ما بيمشوا المبدع بيبقى بكل عالم البهجة والفن والرهوفة والسعادة اللي عملوا وسابوا لكل الناس من بعدي تشوفه وتشعر بجماله وتتونس به ورسنين بيبقى بشكل نام